السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ ثلاث ضربات استباقية داخل الكويت وخارجها وأعلنت إحباط مخططات إرهابية لتنظيم داعش كانت تسهدف أمن البلاد الوزارة أكدت في بيان لها ضبط ثلاثة مجموعات إرهابية تنتمي لداعش كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية في أحد المساجد الجعفرية بمحافظة حولي إلى جانب إحدى المنشآت بوزارة الداخلية يأتي ذلك فيما أشرت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المغردين الذين ينشرون تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إساءة بالغة وتشكيكا في حجم إنجازات الوزارة أو إساءة للدول الشقيقة بثلاث ضربات استباقية داخل الكويت وأخارجها أحبطت وزارة الداخلية مخططات إرهابية كانت تعتزم استئداف أمن البلاد وعطاحت بعناصر إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي وقال بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم في القضية الأولى وهو كويتي من موليد عام 1998 قبل أن ينفذ جريمته النكراء بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية لتفجير أحد المساجد الجعفرية بمحافظة حوالي إضافة إلى إحدى المنشآت بوزارة الداخلية وأدل المتهم الأول باعترافات أقر فيها بمبايعته تنظيم داعش الإرهابي وتلقيه تعليمات من أحد قيادي التنظيم بالخارج وعقده العزم على تنفيذ العملية الإرهابية أواخر شهر رمضان أو أوائل عيد الفطر بعد أن يستلم الحزام الناسف والمتفجرات من أحد أعضاء التنظيم لتنفيذ عمليته الإجرامية وفي إنجاز أمني غير مسبوق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط وإحضار المتهم الإرهابي من الخارج وهو كويتي من عام 1998 ووالدته المتهمة أيضا وهي كويتية من مواليد عام 1964 إلى جانب الطفل الذي أنجبه المتهم في حي الرق بسوريا من زوجته السورية وأوضح البيان أن الإبن والأم أقر في اعترافات كاملة عن انضمامهما لتنظيم داعش وبتحريض من الأم التي دفعت أولا بابنها الأصغر لينضم إلى داعش حتى قتل بأحد المعارك الإرهابية في العراق وأظهرت اعترافات الأم والابن أنه بعد وفاة الابن الأصغر بادر أخوه بقطع دراسته في بريطانيا حيث يتلقى تعليمه بكلية هندسة البترول هناك وانضم إلى تنظيم داعش الإرهابي حيث توجه مع أمه إلى حي الرق بسوريا وعمل هناك مسؤولا عن تشغيل حقول النفط والغاز فيما كانت تعمل الأم في التدريس لزوجات وأبناء المقاتلين الإرهابيين وتحفيزهم نفسيا وفكريا لتنفيذ العمليات الإرهابية وتتلخص القضية الثالثة في ضبط خلية إرهابية تنتمي لداعش وهم كويتي من موليد عام 1994 وآخر كويتي من منتسب وزارة الداخلية ومتهما خليجيا وآخر من الجنسية الأسيوية وأسفرت التحريات الأمنية عن أن المتهم الأول في الخلية يخفي صندوقا حديديا لدى المتهم الثاني في جاخوره الذي يملكه بمنطقة الوفرة وبعد نقل موقع الجاخور من مكان لآخر بنفس المنطقة أبدى صاحب الجاخور رغبته بإخراج الصندوق من مكان إخفائه وكشفت الأجهزة الأمنية أن الصندوق يحتوي على سلاحين رشاش نوع كلاشنكوف وذخيرة وطلاقات حية وعلم لتنظيم داعش أحضره المتهم الخليجي من الخارج والذي لا يزال هاربا ومتوارن عن الأنظار